السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فيما كنتوا داخل أو خارج أرض الوطن مرحبا بكم تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر إذا الإخوان والأخوات في إطار مواكبنا لملف الكولوني النوردين العطور فمستجدات جديدة كتجي في إطار تحقيقات والأبحاث الجارية من أجل الوصول إلى كل الجنات المتورطين في مقتل الكولوني النوردين العطور وفي هذا اللقاء إخواني أخواتي وفي هذا الفيديو فقد نطرق إلى معلومات تفيد باعترافات طبيبة التشريح الطبي اعترافات مهمة ومهمة جدا اعترافات من شأنها أنها تأكد تورط بعض الجهات والمسؤولين في هذا الجريمة الشنعاء وأيضا إخواني أخواتي في هذا الفيديو فقد نطرق المجموعة المعلومات الأخرى اللي عندها علاقة بزوجة الكولوني هذه المعلومات وهذه المستجدات الجديدة اللي كتجي يعني في إطار وفي حد الوقت اللي الملف كيشهدوا حد دعم كبير من بعد ما يعني دخلوا أطراف آخرين من عائلة الكولوني النوردين العطور كمطالبين بالحق المدني إلى جانب ابتسام ابنة الكولونيل فعلى بركة الله الإخوان والأخوات نبدأوا في تفاصيل هذا الفيديو ولكن البداية غدا تكون دائما نقف معاهتنا بتجديد مطالبنا بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولوني النوردين العطور وأيضا نجدد دعمنا للمطالبة بالحق المدني ولكافة المطالبين بالحق المدني من أجل تحقيق العدالة لروح الفقيد الكولوني النوردين العطور وأيضا نجدد دعمنا للمحامية الأستاذة زينب الخيار وأيضا نجدد دعمنا للمؤسسات والفرق الوطنية المنكبة على تحقيق العدالة لروح الفقيد الكولوني النوردين العطور فإخواني أخواتي مستجددات جديدة ومعلومات جديدة تفيد بتصريحات واعترافات لطبيبة التشريح الطبي هذه الطبيبة التي تمت الإشارة إليها في بداية تفجر هذا الملف عندما صدرات معلومة تفيد بأن هناك موظفة عمومية مثلت بقوة القانون وبالقوة العمومية كشاهدة أنا ذاك وضعتك احتمال بأنها قد تكون هي الطبيبة أو لا الطبيبة المسؤولة على التشريح الطبي فعلا فالأمور مشات في هذا التوجه فالمعنية بالأمر هي طبيبة فعلا هي اللي كانت مسؤولة على التشريح الطبي لمدارش الكولونيل على المصلحة هي كانت مسؤولة على المصلحة فهالطبيبة تم عرضها ووجهها قادي التحقيق بمجموعة ديال التساؤلات وكينا معلومات اللي خرجت كيف ما كتعرفوا كينا السرية تام بخصص هذا الملف لكن دائما ما كتخرج لنا معلومات وتسريبات اللي كتتوازى مع الحقائق اللي واقعة واللي كنشهدوا أنها كتتحقق وبالتالي فكتبقى هذه المعلومات قريبة من الصحة إلى مستوى يعني نسبي قريب جدا من مئة في المئة فمعلومات واعترافات هاد الطبيبة إخواني أخوتي توفيد بأنها اعترفت يعني القادة التحقيق بأنها فعلا لاحظت أمور غريبة على جدة الفاقيد الكولوني النور دي العطور تستوجبوا إعطاء أمر بإجراءة شريح طيبي لكن فوجئت بزيارة دي الجوج دي الأشخاص أو ثلاثة أشخاص منهم شخص مسؤول وإعطاها أمر بأنها يعني تدير الوفاة دي الكولوني النور دي العطور على أساس أنها حادثت سير فكيفما قلت إخواني أخوتي هذه اعترافات ومعلومات اللي خارجها تأكيد لا يمكن كيفما كتعرفوا ما كانش دخان بدون نار وعدة معلومات تشاركناهم معكم في البدايات مع المدة اكتشفنا بأنهم فعلا معلومات صحيحة هو تم تأكيدها يعني من بعد وبالتالي فهذه المعلومات كتتوازى مع سير وحجم التضليل وحجم الأشخاص اللي أشارت إليهم الأسدى زينب الخيار بين مزدوجتين ناس كبار ومسؤولين كبار وبالتالي فتتبقى الاعترافات قريبة من الصحة بنسبة كبيرة خصوصا والشهادات التي تفيد بأن الكولونيل جتته كانت عليها آثار يعني ديال جروح غائرة وبالتالي عدم إجراء تشريح طيبي أكيد غد يجي من بعد ضغوطات أو أنها الطبيبة هي شريكة مباشرة أو أنها يعني لم تقوم بأداء مهمها وبالتالي يجب تطبيق عليها ربط المسؤولية بالمحاسبة لهذا فالتقصير الذي تعرضت له جتة الكولونيل نوردي العضور بمصلحة التشريح كان سببا في التضليل على هذه الجريمة ويعني إخفاء الحقيقة كل هذه المدة يعني اللي دازلت وبالتالي في مسؤولية الطبيبة يعني كنت تحملوا حد مسؤولية كبيرة واعترافاتها يعني قد تفيدها مستقبلا وأيضا تفيد يعني التحقيقات في هذا الملف تبقى بأن شكون هما الجهات اللي اعطاوه هذا الأوامير شكون هما الناس هذول اللي تدخلوه وضغطوه يعني بأمور يعني اللي اللي غير قانونية من أجل تضليل ضغطو بالنفود زائد أن معلومات كتفيد بأنها الطبيبة مباشرة من بعد ما تلقيت هذا الأمر فتلقوا لها ثلاثة ديو الأشخاص ملتمين وهدوها فهنا كنعرفوا حجم هذه الشبكة لهذا فأنا كنت كنقول بأن هذه شبكة كبيرة وكبيرة جدا كبر من الزوجة وبالتالي كنا كنطالبوا الزوجة بالاعتراف باش أن لأن كانت عندنا ديراية ومازال عندنا ديراية ومازال عندنا وحد ما شيء إحساس وإنما لأن أكيد هذه الشبكة ما زال كتشتغل لحد ساعة من أجل إعاقة ظهور الحقيقة والحقائق أكيد إخواني أخواتي هذا أمر خدوه يعني بشكل مؤكد لأن الشبكة ستشتغل حتى بعد سقوط الأفراد لأن الوبية الفساد هي شبكات كبيرة وكبيرة جدا كبيرة وكبيرة جدا لدرجة أن عدة ملفات ربما كان الآن في الساحة يقدروا يكونوا كتلاقا وبناتهم تداخل على أي إخواني أخواتي فمعلومات أخرى كتمشفات السياق تفيد بأن زوجة الكولونين لوحدت أمام منزل أحد المسؤولين الكبار وهي يعني تهدده بفتح كل يعني ما تم الضغط عليها من أجل تكتم عنه لأنها أصبحت تعيكل وعي بأن هذه الشبكة بدأت تنهار وأن ما يعني تسترت من أجله لواء الحماية أصبح يتلاشى في ظل تحقيقات لقائمة ووقف عليها المؤسسات وبالتالي فدهابوا عند المسؤول هذا الأمر يعني من قدر من قدرش نأكدوا لكم إخواني أخواتي تبقى بأنه تحصيل حاصل فالعدالة تطارد كل أفراد هذه الشبكة وأكيد غادي نسقطه مستقبلا كلهم في أيدي العدالة من أجل تحقيق العدالة لروح الفقيد إلى هنا إخوان الأخوات جيد الختام ختاما كانت مننا لكم الصحة والعافية والله يحفظ البلاد هذه من كل شهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته